اكدت مصادر حقوقية ان 50 موقوفا سوريا في لبنان باشر منذ ثلاثة ايام اضرابا عن الطعام بسبب عدم احالتهم الى القضاء على الرغم من مرور وقت طويل على توقيفهم وتشير المعلومات الى ان الاضراب بدأ في احدى الزنزانات يوم الجمعة الماضي ثم انتقل الى زنزانات اخرى ورغم تعامل معظم الدباط المناوبين في السجن بطريقة ودية مع الموقوفين ومطالبتهم بتعليق الاضراب لعدم تعريض صحتهم بالخطر الا ان مصادر عدة اشارت الى انه لم تتم الاستجابة لمطالب بعض الموقوفين بالتواصل مع اهلهم او محاميهم وتجدر الاشارة الى ان بعض المضربين عن الطعام سبق ان صدرت احكام باخلاء سبيلهم دون ان تنفذ حتى الان ولأسباب يجهلها الموقوفون اناقش هذا الموضوع مع ضيوف ديالة شحادة محامية من بيروت ومتابعة لهذا الموضوع واحمد الايوبي رئيس التحالف المدني الاسلامي من بيروت اهلا بكم ضيفي الكريمين ابدأ معك ديالة شحادة بداية حضرتك متابعة لهذا الموضوع يعني اود ان نعرف منك اخر المستجدات ومن الذي يجري بخصوص هؤلاء السجناء او الموقوفين الواقع ان الادراب عن الطعام يعني هو اداة الحد الادنى من الادوات الموجودة لدى الموقوفين في سجون لبنانية وتحديدا في نظارات مثل نظارة سجن الامن العام التي يمكن فيها ان يحاولوا ان يضغطوا على ادارة السجن او النظارة التي هي بمثابة سجن مؤقت من اجل تحسين اوضاعهم او من اجل بت بتوقيفهم غير المبرر قانونا في بعض الاحيان وصلت هذه المعلومة عبر احد الموقوفين الذي اخلي سبيله مؤخرا والذي اكد وجود نحو خمسين مضربا عن الطعام عدد كبير او العدد الاكبر منهم بحسب قوله هو لمواطنين سوريين اوقفوا لدى الامن العام بسبب دخولهم الى البلاد خلصة من دون ان يتم احالتهم الى مرجع قضائي ومن دون ان يتم التحقيق معهم لدى الشعب المختص في الامن العام بعد مرور شهر او شهرين او اكثر على توقيفهم السبب في ذلك غالبا يعود اما الى مشاكل ادارية في الامن العام على غرار كثافة الموقوفين او البيروقراطية ومرات كثيرة الى اهمال او تعصف في تعامل في ملف او مع فئة معينة من الموقوفين لان الدخول خلصة اجمالا لم يعد يحال الى القضاء الجزائي ما لم يكن متلازما مع جرائم اخرى مدعبها بحق الموقوفين ويترك للامن العام البت بوضع الشخص المتهم بدخول خلصة لجهة اقامته وتسهيل قوناتها او صدور قرار بتسبيله ايضا هناك من الموقوفين ايضا الذين صدرت احكام اخلاء سبيل بحقهم وما زالوا موجودين وموقوفين نعم صحيح وسبق ان حصل هذا الامر مع اثنين من موكلين لديه صدرت قرارات باخلاء سبيلهم من المرجع القضائي المختص وبطبيعة الحال فان جميع غير اللبنانيين يحالون الى الامن العام من السجون التي يكونون مدعين فيها او الذين ينفذون عقوباتهم فيها من اجل تنفيذ اخلاء السبيل من قبل الامن العام الذي هو صلاحيته وحصل هذا الامر غير مرة من قبل ان يتم تحفظ على الشخص المخلى سبيله لاكثر من شهر من دون المبررات القانونية ويمنع على محاميه مواجهته بحجة انه يخضع لتحقيقات في حين انه بعد اخلاء سبيله يتبين انه لم يخضع لتحقيقات بس هل نحن هل نحكي عن اشهر الموضوع هل نحكي عن سنوات لانه يتم الحديث عن وجود هكذا الحالات ليس فقط لأشهر أشهر لا السنوات يعني نحن إذا بدك تحكي عن التوقيف لمدة سنوات من دون محاكمة في حالات موجودة بسجون لبنانية بس حالات قليلة حصلت في ملفات أمنية نحن عم نحكي تحديدا عن حالة موجودة حاليا لإضراب عشرات من الموقفين السوريين في سجن الأمن العام في بيروت الذي هو بمثابة محطة انتقال من وإلى المراجع القضائية المختصة بحق غير اللبنانيين من المقيمين في لبنان مسألة أشهر وليس سنوات نعم نعم أستاذ أحمد الأيوبي هل يمكن اعتبار هذه الحالات التي سمعنا بها بسبب ما ذكرته سيدة ديالة خروج أحد الموقوفين وحديثه عن وجود أضراب هل هي حالات فقط تتعلق بموضوع الدخول خلصة وتتعلق بمواضيع لها علاقة بالبيروقراطية مثل ما ذكرت الستة ديالة أو بمشاكل إدارية أو إهمال وتعصف يعني ما في أسباب أخرى مرتبطة بإبقاء موجودين داخل السجن مساء الخير مساء النور في الحقيقة هناك جملة من الإشكالات التي يعانيها السوريون في تعاطيهم مع الدولة اللبنانية وخصوصا مع جهاز الأمن العام ذلك أن النظرة إليهم نزعت من كونهم لاجئين وبالتالي أصبحوا يعاملون معاملة العمال الذين يجب أن يحصلوا على وسائق قانونية وعلى ترتيبات إدارية وعلى كفلاء وهذا أمر متعذر بالنسبة لمن نكبوا في حرب وهجروا من بلدهم وربما يفتقدون أصلا إلى أوراق سبوتية ضاعت بسبب الحرب وبسبب الانتقال وبالتالي أصل النظرة إلى السوريين اللاجئين في لبنان هي نظرة سياسية تمييزية لدى الحكومة اللبنانية منذ بدأت قرارات تقضي بأن يحصل اللاجئون السوريون على إقامات وعلى ترتيبات تشبه أي عامل آخر أجنبي على الأراضي اللبنانية هذه هي الإشكالية الأولى الإشكالية الثانية هي فعلا التأخر في كل الإجراءات التي يمكن أن تكون مواكبة للإحتجاز التأخر في التحقيقات التأخر في الإحالة إلى المحاكم التأخر في تنفيذ الأحكام الصادرة وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى اقتصاز تلقائي في أعداد الموقفين يؤدي إلى تدهور الحالة الإنسانية بشكل خطير وإلى حالات تشبه ما نقف عنده اليوم من إضراب عن الطعام وهذا الإضراب عن الطعام لو لم يصل الموقفون إلى حالة فعلا مزرية لما لجأوا إليه وبالطبع نحن نعتقد بأن سجون الأمن العام وسجون مخابرات الجيش تحتاج فعليا إلى إخضاعها للرقابة للمنظمات الإنسانية اللبنانية والدولية لأنه حتى الآن لا نستطيع أن نؤمن دخول منظمات حقوقية إلى هذه الأماكن التي تخضع لامتيازات أمنية خاصة تحول دون التأكد من عدم تعرض الموقفين فيها للتعذيب وتحول دون إيجاد معايير لحقوق الإنسان ترافق العملية التحقيقية فيها وبالتالي فعلا نحن اليوم أمام استحقاق أساسي مع الحكومة الجديدة اليوم الرئيس سعد الحريري تطرق إلى مسألة غاية في الأهمية في قضية حقوق الإنسان والأجهزة الأمنية تطرق إلى عدم تنفيذ مخابرات الجيش وجهاز الأمن العام لقرار مجلس الوزراء السابق بوقف العمل بوثائق الاتصال وبوثائق الإخضاع وثائق الاتصال لدى المخابرات الجيش والإخضاع لدى الأمن العام وهتان مسألتان قرر مجلس الوزراء السابق أنهما ممنوعتان ويجب أن تخضعا لإجراءات القضاء حتى يتم العمل بهما وفق ألية أخرى غير المعتمدة حاليا لأنها مناقضة تماما لحقوق الإنسان نحن إذن أمام حالة يتأزم فيها وضع حقوق الإنسان أريد أن أشير أيضا إلى مؤشر آخر يدل على الأزمة عندما رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يطلب التحقيق في قضية تعذيب قيل إنها حصلت في سجون مخابرات الجيش هذا يدل على مسألتين المسألة الأولى حقيقة أزمة حقوقية إنسانية في السجون المسألة الثانية هي مؤشر إيجابي لدى السلطة اللبنانية بأن تفتح ملفات حقوق الإنسان وأن تشجع الاقتراب منها بطريقة عملية وموضوعية نحن ندعو إلى التعاطي الفوري ندعو وزير حقوق الإنسان في الحكومة اللبنانية ندعو رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى التعاطي مع هذه الحالة بالتحديد كمفتاح من أجل النقاش حول وضع اللاجئين السوريين وتوقفاتهم في السجن اللبنانية وعدد من النشطاء طبعا سابقا ومنهم الحقوق والمحامي أيضا نبيل الحالبي كان تحدث سابقا عن ما كان يجري في السجن الرومية ستة ديالة شحاد بما أن حضرتك محامية الآن وخاصة فيما تحدث فيه سيد أحمد أيوبي عن أنه موضوع عدم التمييز بين أنه لاجئ وبين أنه شخص مقيم عامل يعمل في هذه الدولة بأوراق رسمية وثبوتية ما الذي يمكن تصرف حيالها وأيضا بعض التوجيهات التي أصدرها العماد ميشيل عون فيما يتعلق بتحقيقات تتعلق بما يتم انتهاكه من حقوق الإنسان في هذه السجون ما الذي يمكن فعله في هذا الإطار أيضا أولا فيما يتعلق بمسألة اللاجئ السوري وكيفية تعاطئ الدولة اللبنانية معه وهذه مسألة محط سياسية صحيح أن لبنان لم يوقع على اتفاقية دولية الخاصة بوضع اللاجئ وبالتالي ليس ملزما دوليا بتقديم ما تقدمه الدول التي وقعت هذه الاتفاقية للاجئين غير أنه وقع البروتوكول الخاص بالمفوضية السامية الخاصة بشؤون اللاجئين وسهل تقديم العون لهم وسهل إقاماتهم بموجب على الأقل حتى فترة محددة وفي مراكز أمن معينة إقاماتهم بموجب تسجيلهم كطالبي لجوء لدى الأمم المتحدة ولكن نعم لم تزل هذه المعضلة قائمة لدى الدولة اللبنانية وبإرادة منها وهي أنه ينظر اليوم إلى نظرة مزدوجة ومختلطة إلى السوري هل هو لاجئ سوري وبالتالي هو محمي ليس فقط من الترحيل من لبنان إلى سوريا أو إلى غيرها وإنما أيضا محمي من الاضطهاد أو من التعرض لأي تمييز له على أساس صفته كلاجئ وغير ملزم بتقديم الشروط إقامة التي يلزم بها المهاجرين الاقتصاديين أم أنه مهاجر اقتصادي وبالتالي فيطبق عليه ما يطبق على المهاجر الاقتصادي في أي بلد في العالم على الدول العربية أو الأوروبية هناك خلط في هذه المسألة حتى الآن في شروط إقامة اللاجئين السوريين فمن جهة في شروط العام 2015 وافقت على تسجيل قوناة إقامتهم بموجب مستندات تسجيلهم كطالبي لجوء من جهة أخرى أبطلت مراكز أمن عام عديدة في لبنان العمل بهذه المستندات كما فرضت بمرحلة معينة عدم عملهم أنا ما ضل معي وقت لأنه بس بنقطة صغيرة فيما يتعلق بمسألة التعذيب في السجون تماما هذه مسألة ليست جديدة الجهزة الأمنية في لبنان سواء الشرطة العسكرية أي مخابرات الجيش أم شعبة المعلومات الأمن العام أم شعبة المعلومات الأمن الداخلي تستعمل أدوات الضغط الجسدي والنفسي على الأشخاص الذين تحقق معهم في قضايا غاربا ما تكون أمنية بعد هذا الطلب وهذه التوجيهات بإجراء تحقيقات في هذا الموضوع هل ممكن رح نشوف في تخفيف لها تحقيق جاد في هذا الموضوع وتنظيف السجون من ما يجيزها؟ لن يكون برأيي لن يكون هناك من أي أثر لإجراء من هذا النوع سوى إذا كان هذا التحقيق جديا ونشرت خلاصاته في المراجع المختصة وتمت محاسبة المسؤولين عنه حتى لو تمت المحاسبة من أروقة داخلية نحن لا نطلب محاسبة علنية في هذه المرحلة على الأقل لا نطمح إلى ذلك نطلب محاسبة داخلية على الأقل وتحسين الأداء فيما يتعلق بالتحقيق مع الموقفين ولكن إذا لم يتم ذلك فإنها مجرد إجراء رئاسي يدعو إلى الأمل ولكن لا يغير شيئا وليس فيه من الجدية ما ينتظر من رئيس الحالي أن يقوم به شكرا لك ديالش حادة محامية كنت معي مباشرة من بيروت وأشكر أحمد الأيوبي رئيس التحالف المدني الإسلامي أيضا من بيروت ترجمة نانسي قنقر